بسم الله الرحمن الرحيم هنعمل ان شاء الله سمك المكارونا المشوي في الفرد عندنا اي كمية من سمك المكارونا يكون مفتوح ومتنظف كويس وهنتبله من جواه وبرة بملح وكمون وفلفل وتم مفروم وهنسيبه يتتبل في التلاجة حوالي ساعة وعندنا طبق مسطح فيه ردة والردة اللي ما يعرفهاش بر مصر هي انخلط الدقيق او كشور الامح بعد كده هنفتح السمكة بالشكل ده وهنتبلها في الردة وهندغط عليها كويس وهنتبلها كويس من الناحيتين وبعد ما نتبل السمك بالردة هنحطه في صاج او صنية وهندخل صنية الفرن على الرف الاوسط وهنشغل عليها الشواية من فوق بعد كده هنجهز دريسنج هنضيفه على سمك بعد ما يستوي عندنا بصلة صغيرة وطمط مية صغيرة وقرن فلفل روم صغير وهنقطع كله صغير جدا وهنضيف ملح وفلفل سود وكمون وعصير نص لامونة ومعلاقة صغيرة خل وهنقلب كويس وخلاص كده السمك استوى معانا ولما بنشويه بنشويه على ناحية سبع دقايق بعد كده بنقلبه على الناحية التانية وبنشويه سبع دقايق كمان ونخلي بالنا ان احنا ما بنسجوش يستوي زيادة عن اللزوم علشان ما ينشفش معانا بعد كده هنضيف الخلطة اللي احنا عملناها على السمك وهنقلب السمك كويس في الخلطة وهنغطيه ونسيبه حوالي تلت ساعة وبعد كده هنقدمه وخلاص كده السمك جاهز معانا جربوه ان شاء الله هيعجبكم جدا بتمنى يكون الفيديو عجب حضراتكم ولو عجبكم ما تنسوش تضغطوا لايك للفيديو واشتراك في القناة وشكرا للمتابعة والى اللقاء ان شاء الله في فيديوهات جديدة